يعني زي ما شفنا في الفيلم فيه هناك نمازج مضيئة جداً من أبناء المينيا طبعاً بدءاً من هدى شعراوي وطاه حسين وأيضاً الشيخ مصطفى عبد الرازق اللي هو كان شيخ الأزهر ووزير الأوقاف في وقت ما وأيضاً البابا ديمتريوس الثاني بابا الإسكندرية ومن العهد العصور الحديثة أو العصر الحالي طبعاً يعني الموسيقار العظيم عمار الشريعي لأديب لويس عوض والدكتورة الوزيرة وميرفة التلاوي